الإطار التنسيقي يتهم بأنه يعتمد على المعيار الطائفي في عمله السياسي وأنت تعلم أن المعيار الوطني لا يمكن أن يبنى على أساس الدين ولا يمكن أن يبنى على أساس الطائفة الدينية على الأقل هذا ما كان يعمل عليه التحالف الثلاثي يكسر كل هذه المعايير التقليدية التي جاء بها بعد 2003 والإتيان بمعايير مبنية على أساس الوطن والمواطنة يعني وين الطائفية بموضوع الإطار وهو يحمل عندما يتحدث الإطار السياسي يريد توحيد الشيعة سياسيا لا لا يتحدث بالطائفية أنا سيدا تحدث يريد الإطار التنسيقي يتحدث عن موقف سياسي للشيعة وكأن الشيعة يعني هنا أصبح تقسيم تقسيم طائف الشيعة سنة عرب كورو أنت كنا عراقيين هذه الاتهامات توجه للإطار التنسيقي من قبل التحالف الثلاثي لا 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 التحالف الإطار التنسيقي بسنة بمسيح بمسيح بسنة بنواب انضموا إلى سنة من عزم وبي من المستقلين وبي أيضا من الأقليات من الأخوة المسيح ومن الأخوة الأزيدي وغيرهم من ذلك وحتى من التشرينين موجودين مع الإطار لكن اليوم نسبة التحالف الثلاثي اللي هو اليوم لما توحد البيت السني بسيادة هل هذا موضوع طائفي نقدر نقول أن السنة طائفيين وحاولوا الإقصاء الشيعة لم يتوحد لم يتوحد بدل أنت قلت بأن بعضهم موجودين بالإطار التنسيقي إذن هو لم يتوحد توحدوا في البداية لكن انفصلوا بسبب الخلافات لم أقلت لك يا أنا حتى تكون الكلام مواضح أنهم توحدوا في البداية ودخلوا بكتلة واحدة لكن بسبب الخلافات والإقصاءات اللي حصلت من داخل هذا التحالف على البناصب وتوزيع المناصب واستحواض جزء من حقيقة هو خلاف حصل بين عزم وتقدم على المناصب موجود هذا الخلاف معلن بالعلن لا تحدث به من محض الخيال وإنما موجود وزيارة تركيا بين الخنجر والحلبوسي لحل المشكلة وهذا طبعا موجود في حال حصول الإطار على الحكومة أكيد سيوزع هذه المناصب على الجميع بالتساوي حتى اللي عنده مقعد واحد حاسبين أنه يعطوه منصب أو إدارة تكون من طرفه أنه يكون بهيئة أو إدارة عامة أو وكالة أو وزارة هذا طبعا استحقاق هذا في كل دول العالم ليس فقط في العراق لكن أنت اليوم لما تتأخذ الحكومة نعم تريد أنت تذهب إلى جزء موالي وجزء معارض ما عندنا مشكلة بهذا الموضوع لكن تكون هناك أدوات للمعارضة بوجودة اليوم الأدوات موجودة عند التيار الصدري حقيقة الأمر لأنه لديهم ناب الأول لرئيس البرلمان وموجود عندهم لجان البرلمانية تقدر تذهب إلى المعارضة وتقوم عمل حكومة وعلى خطأ من يقول أن سيد مقتد الصدر سوف يسقط الحكومة بعد ستة شهر إذا شكل الإطام لا حقيقة إذا كانت حكومة إصلاحها إصلاحها